أنا أعرف يا سيد بنجين أنا أعرف أنه العلّ بالغراقيين لكن ما تعتقد أن هذا الخنوع إلى هذا الحد سيذهب على ما تبقى تركيا لديها سيناريو جديد في الغراق لديها حلفاء الآن يشجعون على الصمت يعرقلون عمل الحكومة والخارجية الغراقية من أجل المصالح التركية في الغراق قد يكون هذا نعم ولكن الذريعة الكبرى التي تتحجج بها تركيا هي وجود مسلحي حزب العموال الكردستاني التي يستخدمون الأراضي العراقية منطلق للاعتداء على العراقيين وعلى تركيا قليلا والغالبية على العراقيين عمليات حزب العموال الكردستاني التركي تستهدف العراقيين أكثر مما تستهدف الأتراك وهناك جهات عراقية تشجع هذا الحزب وتمولهم وتمدهم بالعدة والعدد والأسلحة وسنجار خير ومثال على ذلك وتركيا للأسف تتمادى وتتخذ من هذا الموضوع ذريعة للاستمرار باعتداءاتها على مناطق قليل كردستان وقتل المواطنين الأبرياء هذه هي العلة العلة لا يجب أن يكون العلاج شامل طرد مسلحي حزب العموال الكردستاني والأتراك معا والوقوف بوجههم ضد هذه الاعتداءات بشتى الوسائل المتاحة والعراق يمتلك من الأوراق ما يكفي لحفظ سيادة ودماء أبنائها إذا ما كانوا موحدين واستخدموا هذه الأوراق في وجه تركيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة